طيب عايز أسألك عن منتخبنا الوطني مشاركته في كأس الأمم الأفريقية مشاركة ما بين الطموح الكبير أنه حنكسب البطولة صفاتنا منتخب مصر يعني وما بين التركب لما سيفعله كروش مع منتخب مصر في هذه البطولة وما بين الألأ من قوة منتخبات أخرى في كأس الأمم الأفريقية هلأك متابع مشاركة منتخبنا الوطني إن شاء الله في هذه البطولة إزاي؟ طبعاً إحنا بنقول يعني مستر كروش أصار جدل في المؤتمر الصحفي قبل الصفر أنا عايز أقول حاجة كروش مدرب كبير عنده سيفي كبير صحيح واشتغل في أندية كبيرة صحيح واشتغل في منتخبات صحيح ووسل كاس العالم مش ممكن مستر كروش زاكي جداً يعني إحنا لو هنتكلم بأيد على المؤتمر الصحفي هو بينه وبين نفسه بأيد عن أي اتفاقات حتى لو هو قاعد مع المسؤولين في تحاد القرى وتقال له إن هو أهم حاجة عندنا كاس العالم وحتة البطولة العربية وبطولة كاس الأمم هتاخدها إعداد لو حتى الاتفاق ده تم بالشكل ده أنا ما أعتقدش على مستوى الشخص المستر كروش إنه هو هيفكر نفس التفكير لأنه هو مدرب كبير جداً اسمه يهم إن اسمه يبقى في مكانة كبيرة جداً وخصوصاً إنه هو داخل في قارة جديدة عليه صحيح يعني هو اشتغل في قارة أسيا اشتغل في أمريكا الجنوبية صحيح إنما قارة أفريقيا تعتبر جديدة بالنسباله وأوروبا طبعاً في الأندية اللي اشتغل فيها طبعاً إنما بالنسبة لقارة أفريقيا هو طبعاً مدرب كبير ويهمه إن اسمه يفضل كبير ويكبر أكتر صحيح وخصوصاً كمان في مكان جديد صحيح هو بيشتغل فيه صحيح أنا بشكر حضراتك مبداية ليه بقى؟ عشان أنا أنا صوري اتنبع في الصيغة اللي حددك كلمت بيها دي إنه يا جماعة حتى لو كروش أنا مش رح أقول كاسي لهم الأفريقية أكيد هو سيبك منه هو بيحب منتخم مصر وبيعشق منتخم مصر هنقول لهم بيحبش منتخم مصر وجاي ياخد فلوس زي ما بعد الناس بحب نفسه بس أكيد بيحب نفسه طبعاً أكيد ده عايزي بقى ناجح طبعاً أكيد عايزي كساب بطولة يعني ده 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 فكرة طبعاً معلش أنا حتى لو أنا إنسان فاشل كمان ومعنديه سي بيو معنديش تاريخ أنا مش هبقى داخل أي بطولة عايزي أخسر طبعاً أكيد عايزيك السابعة طبعاً 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 فزي ما حضرك بتقول آآ كابتن جوهري جيف بتقول الكاس أمم 98 98 بقص هيئ الرأي العام كله إن إحنا رايحين هنطلع من الدول الأولي هنبهدل هنخرج من الدول الأولي صح والرأي العام خلاص والإعلام حياؤه للوضع ده صح وروحنا خد كاس الأمم الأفريقية بأداء فوق الممتاز صح فاللي أنا عايز أقوله إن مستر كروش مدرب كبير جداً وشخصية قوية جداً وزاكي جداً وعنده ملكة التحور يعني بيعرف يتحور مع الإعلام بشكل جيد فارجت على لقاء مع الإعلامين زاكي وصدر راحب وبيستوع بجميع الأسئلة وبيجاوب إجابات مستفيدة بتريح الإعلام فاللي إحنا عايزين نقوله إن هو مدرب كبير عايز أحافظ على اسمه ويكبره في مكان جديد بالنسباله طبعاً هيبذل كسارة جهده كسارة جهده إن هو ياخد بطولة أمم الأفريقية عزيزي بجانب إن هو معه مجموعة من اللاعبين لعيبة ممازة جداً فريق محترم يعني في كل الأماكن عشان فيه ناس كثيرة تقلل من هذا الجيد لا لا يعني أنا ما أحترام لكل الأراء إنما أنا وجهة نظر الشخصية محمد الشناوي أحسن جون في أفريقا أبو جبل وكلام اللي إحنا بنقوله ده يعني إنه إحنا مش بنخترع كلام كلام ده في التصنيف حتى الأفريقي أو في القوة الشرائية بتاعت اللاعيبة أبو جبل ومحمد الشناوي متصنفين من العشرة الأوائل فإحنا مش هنتكلم بقى عن ميندي تشيلسي يعني نتكلم على المحليين اللي عندنا أهل أصل الأصل لو أفريقياً على مستوى المختلفين فأنت عندك بونو تعالمجد وميندي أه بونو وميندي وعن الخش في الموضوع هيكبر عن كده فإحنا بنقوله إنه محمد الشناوي عندنا محمد الشناوي أحسن جون في أفريقيا يعني حجازي من أفضل المدافعين اللي موجودين في أفريقيا في الكارة بشكل أهم في الكارة طبعا يعني لا بقى مش كده بنمشي يعني بناخد يعني خط خط الونش واخد أحسن مدافع في مصر صحية يعني ومن أفضل المدافعين اللي موجودين في أفريقيا برضو لو تصنف صحية الباك رايت والباك ليفت بتاعنا يعني ما إني أكرم توفيق راجل مش باك رايت أساساً إنما من اللعيبة هنقول المميزين جداً في المكان ده وبيقد بشكل كبير جداً قاطل كمان ها يعني وبيمتلك روح قتالية نوعية اللعب المصري الأصيل يعني اللي هو الروح القتالية قبل أي حاجة في النعيب كورت القدم يا أستاذ كريم أهم أهم مسلاح فيها عشان تقدر تحقق نتيجة أو أداء هي الروح صحية لو ده مش موجود لو أنت ماردونة أنت ولا حاجة صحية فالتوح عندنا نجم صاعد ومن أحسن اللعيبة اللي جاية في الحتة دي في أفريقيا صح وسط الملعب يعني عندنا النيني أرسنل كابتن الأرسنل لعيب كبير ولعيب تقيل هنخش عبدالله سيب من أحسن اللعيبة اللي موجودة عمر مرموش اللعيب على مستوى عالي جداً عمر السولية كم من أفضل اللعبين من أفضل اللعبين عمر السولية من أفضل اللعيبة اللي موجودة في أفريقيا حمد فتح ابتدى خلاص يفوق يعني الفترة الأخيرة لما مسلمان يبتدى عدل طريقة الله بتاعت النادي الأهلي ابتدى يدخلوا فورمة كبيرة جداً وابتدى يخرج التقاطي الإجابية اللي عنده ويخرج المستوى الحقيقي الحمد فتحي وده العكس على المنتخب مصر في الفترة الأخيرة عندنا مصطفى محمد من أفضل المهاجمين اللي موجودين في الكرة الأفريقية ولسه يعني ردس عنده لما ياخد الخبرات اللي واخد المحترفين بره أو العيبة الكبرى هيبقى من أفضل المهاجمين اللي في العالم صحيح يعني يمتلك المقاومات اللي تخليه مهاجم عالمي فإحنا بنكلمه لابقول يعني مجموعة لأ طبعاً عندنا محمد صلاح يعني أحسن اللي في العالم مهما الاستفتاد تقول هو بالنسبة لنا في مصر وبالنسبة لناس كتير في العالم هو أفضل اللي في العالم لأن الجايزة اللي بتتاخد دي بيبقى فيها يعني فيها رعاة وفيها شغل بتعمل وفيها تربطات بس بيهد عن التربطات والرعاة والكام ده كله إن شاء الله يوم 17 جايزة زابست الفيفا أفضل لقى في العالم هيكون محمد صلاح ده ده يعني ده تتويجاً ده تتويجاً فعلاً لتعبه وأداءه لأنه هو يستحق إنه هو يكون أفضل إيه في العالم بما يقدمه من أداء مرائع نحن عندنا لقى مصري بينافس ميسي وليباندوفيسكي على جهزة أفضل إيه في العالم ده كان حلم يعني لقوا أرقام كياسية حلم يعني يعني بينافس ميسي وبيوصل أرقام كياسية للعيبة كبار جداً في الدولة الإنجليزية وبينافس يعني بيحط نفسه كل يوم بيعمل رقم كياسي في بطوات الأوروبية وداخل الدولة الإنجليزية يعني ممكن العيبة الوحيدة اللي يسجل في كل الأندية الإنجليزية داخل الدولة الإنجليزية حداف الدولة الإنجليزية دعاوي بقى يعني احنا بنقول دعاوي مليارات المسلمين اللي محمصة إن شاء الله هيتوج في السبعتاشر اللي جاي إن شاء الله بإذن الله إن هو يحصل جايزة أحسن لعب في العالم طب المجموعة دي كلها حساس كريم ويعني دي مش مجموعة وطبعا أنا من الناس اللي يعني سعيد جداً برجوع محمود ترزيجية لأنه لعيب كبير صح لعيب كبير فعلاً ويفرق معانا كتير جداً لما يبقى في فرمته إن شاء الله ويعني وجوده في الملعب خلي بالحضرات لما يبقى موجود ترزيجية في الملعب مع محمد صلاح بيشيل عبق كبير صح وده اللي كان بيحصل في أوقات كتيرة جداً لما كانوا الاتنين موجودين في الملعب لما بتبقى معتمد أيام كوبر كان كل اعتماد منتخب مصر على محمد صلاح ترزيجية كان بيشيل هم كبير جداً في أوقات كتيرة جداً وهو يمكن من الأسباب الرئيسية اللي وصلت نكسل على وعنده كمان عنده أدوار كمان دفاعية وهجومية لأ ملتزم اللعب المحترفة أقصى كريم مفيش دلعة صح إنت لو ما لتزمتش وأديت دورك الهجومي والدفاعي إنت خارج الحسابات والمقابل المادي بيقل والتصنيف بتاعك وبترجع لمستوات أقل في الفرق الفرق بتبتدي تحطك نمرة اثنين في فرقتك وممكن تبقى نمرة ثلاثة وممكن يستغنوا عنك في أي انتقالات موجودة فإنت تحافظ على مستقاك بالتزامك أدائك الهجوم الجيد أدائك الدفاع الجيد اللي تبقى عندك بقى زي ما نقول إيه الإضافة بقى اللي هي بتاعت المهارة المصرية إن أنت بتعمل حاجة جيدة لنفسك بتعمل الفرق في أوقات كتيرة جداً فدي اللي بتفرق العيب على العيب بالتأكيد طيب